صلاح حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله المطلع على كفيات الصرائل العالم بمكرومات الظلائل مقلم الخنوب وغفار الظنوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وجامع شمر الدين وقافر دابر الملحدين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن كون إسراه السرائل بعاصة لإسراه الظواهد مما نطق به القرآن وسنة رسول الإنس والجان فقد قال الله تعالى ولكن قولوا أسلمنا وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدود وقال تعالى ونفس وما سوها فألهمها بجورها وتقواها قد أفلح من زدها وقد خاب من دسها وغيرها من العيال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مبغى إذا صلحت صلحا الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فلا وهي الخلق وقال عليه الصلاة والسلام روابسة رضي الله تعالى جئت تسأل عن البر والإف قال نعم وقال فجمع صابعه وضرب بها صدره وقال استفق نفسك استفق قلبك ثلاثا البر مطمئنت إليه النفس واضمعن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليكون من نهل الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والحج والعمرة حتى ذكر سهام الخير كلها وما ينسى يوم الكيامة إلا بفضل عقله وقال عليه الصلاة والسلام يقول أهل السماء روح طيبة ويقول أهل السماء روح خبيثة وقال عليه الصلاة والسلام يقول ملك الموت أيتها النفس الطيبة ويقول أيتها النفس خبيثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلم أو ألقى السمع أو ألقى السمع وهو شهيد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفلوا الله لي ولكم ولسائل المسلمين فاستغفلوا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نفل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونفيرا بين يبي الساعة من يطع إله ورسوله فقد أشد ومن يعصه ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوه عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزوابه وزريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأخضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والعسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده لدعو الله تعالى عليه مجمعين مغفلة ظاهرة وباطنة لا تقاضي الزنبا الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بادي فمن أحبهم فبعبه يحبهم ومن أبغبهم فبعبه يبغبهم وخير أمتي فردي ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أحان سلطان الله في الأرض يحانه الله إن الله يأمر بالعدل والإخسان وإيتاء للقربة وينهى عن المحشاء والمنكر والبر يعدكم لعلكم جذكترون فذكروني يذكركم واشكروني ولا تغفرون سلطان الله في الأرض واشكروني لا تغفرون واشكروني لا تغفرون واشكروني لا تغفرون واشكروني لا تغفرون واشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إخضنا الصراط المستقين صراط الذين أمهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أكبر الله أكبر القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوس وتكون الجبال كالعهد المنفوش فأما من فقلت مرازينه فهو في عيشة راضية وأما من فقلت مرازينه فأمره هاضية وما أدراك ما هي نار حالية الله أكبر سمع الله لمن حبيب ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اخدم الصراط المستفين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدر اليتين ولا يحب على طعام المسكين فضيل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساغون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حبيب ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة